تدرك الدول النفطية أن ذهابها الأسود هو شريانها الاقتصادي الذي إن قطع ستأول الدولة إلى السقوط والانهيار لذلك تغتنم الدول المتطورة فرصة وجود النفط للبناء والتنمية وتسخير مردوده المالي لإيجاد قطاعات صناعية بذيلة بينما الدول الريعية يسكنها هاجس الخوف الدائم من تقلبات أسعار النفط وترهن خططها المالية بحسب أوضاع السوق العالمية العراق يعد من أكبر الدول الريعية على مستوى العالم إذ يشكل النفط أكثر من 96% من وارداته المالية ومع ذلك هذه الواردات التي تقدر بتريليونات الدولارات تلاشت بين السرقة والهدر ولم تترك أثرا تنمويا في العراق المستشار المالي لرئيس الحكومة الحالي مظهر محمد صالح دق ناقوس الخطر من عجز مالي يقدر بنحو 85 مليار دولار خلال العامين المقبلين في حال تراجعت أسعار النفط إلى 70 دولار للبرميل مؤكدا أنه سيكون من الصعب التدارك العجز المالي وخصوصا أن الموازنة التي أقرت هي موازنة لثلاثة أعوام وهذا يعني أن الموازنة قامت على أساس تخميني لأسعار النفط في الأعوام المقبلة باحثون اقتصاديون من جهتهم حذروا من أن انخفاض سعر برميل النفط دولارا واحدا يكلف العراق بحدود دولار ونصف الدولار سنويا مبينين أن أي تقلبات في أسعار النفط تزيد فجوة العجز العام في الموازنة أكثر بكثير من العجز الحالي ما يضطر الحكومة إلى الذهاب باتجاهين الأول إيقاف جانب من الموازنة الاستثمارية والثاني التوجه إلى توسيع دائرة الاقتراض الخارجي والداخلي تقلب أسعار النفط بشكل مفاجئ ليس بالأمر الجديد فما زالت أزمة كورونا التي أطاحت بأسعار النفط تلقي بظلالها السوداء على اقتصاد الدول الريعية ومع ذلك لم تتعلم هذه الدول ولسيما العراق من تجربة كورونا وتصر على الاستمرار بطريق اقتصادي مليء بالمطبات المفاجئة